تنفيذ لتوجيهات محافظ صلاح الدين أكد مدير بلدية تكريت المهندس عمر الجراد أن حملة إنارة الشوارع الداخلية وأحيائها مستمرة بالتعاون مع مديرية توزيع صلاح الدين وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تستمر مديرية بلدية تكريت بحملاتها الخدمية داخل الحدود البلدية المدينة اليوم لدينا حملة إنارة الشوارع الداخلية والرئيسية داخل مدينة تكريت بالتعاون مع مديرية توزيع كهرباء صلاح الدين حيث كما هو معروف أن كل الإنارة داخل المدينة من مسؤولية البلدية أما مسؤولية الصيانة فتكون من قبل توزيع كهرباء صلاح الدين اليوم أكملنا بعض المناطق في حشيشين شارع حي التجنيد كذلك شارع خلف مجلس المحافظة اليوم تحولنا إلى منطقة القادسية باعتبارها من المناطق الكبيرة أيضا بلشنا بشارع القراج مستمرين إن شاء الله شارع البلاج وكل الشوارع الرئيسية داخل حي القادسية اليوم أيضا محافظة صلاح الدين دعمتنا بالكثير من المشاريع المهمة اليوم التي ترفع المستوى الخدمي داخل المدينة اليوم أقر مشروع تبليط الديوم إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم المباشرة به كذلك العمل مستمر في إكساء الشوارع الداخلية داخل مدينة كريت أيضا الأعمال مستمرة في إنشاء أكبر متنزه بالقادسية مجاور جامعة أبو بكر كل هذه المشاريع إن شاء الله سيتم هناك ما أنجز وهناك العمل مستمر به إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر